لم يعد هذا الطريق الاستراتيجي ساليكان بعد أن دخل لعبة الصراع في إثيوبيا ولأنه شريان الحياة الاقتصادية لهذا البلد غير المطل على أي واجهة بحرية يتم استخدامه كورقة ضغط في المواجهة المشتعلة رئيس أقليم الصومال الإثيوبي أعلن أن مجموعات مسلحة قامت بقطع الطريق البري وخط السكك الحديدي الرابطين بين موانئ التصدير والاستيراد في دولة جيبوت المجاورة والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تطور يعكس توسع رقعة الاضطرابات التي بدأت قبل أشهر في إقليم تيجري بين جيخ الأثيوبي والمسلحين في الإقليم لتصل إلى مناطق عفار المحاذية والواقعة جنوب تيجري وفي وقت سابق شن مسلح جبهة تحرير تيجري هجوما واسعا على مناطق في عفار مستهدفين مواقع للقوات الموالية للحكومة ويقول المسلحون أنهم شنوا عمليات محدودة ضد القوات الحكومية في عفار لكن شهود عيان قالوا أن هذه العمليات كانت أوسع نطاقا في الساعات الأخيرة وتتهم أديس أبابا جبهة تحرير تيجري باستهداف المدنيين في المنطقة بدورها تؤكد الأمم المتحدة سقوط قتلى وجرحى ونزوح الآلاف على وقع المعارك الدائرة وكانت منظمات إنسانية دولية قد أعربت عن قلقها الشديد حيال الوضع الإنساني في إقليم تيجري ومحيطه في ظل النقص الحاد في إمدادات المواد الغذائية